أعربت مصر عن ترحيبها الدائم بتبادل الخبرات والدروس المستفادة مع أشقائها الأفريقى جاء ذلك خلال مشاركة السفير على رجدي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية نيابة عن وزير الخارجية في الحدث رفيع المستوى الذي نظمته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على مستوى وزراء الخارجية وذلك احتفالا بيوم حقوق الإنسان الأفريقي الموافق 21 من أكتوبر وخلال كلمته أبرز رجدي ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لإنهاء تهميش القارة والعمل على تحقيق استفادتها من فوائد التقدم العلمي كحق أصيل من حقوق الإنسان في هذا الإطار أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر قد شانت الشهر الماضي أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان حيث تأمل من خلالها في تمكين جميع مواطنيها من حقوقهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان كركيزة لما تبتغيه من تنمية شاملة